بنستنى المشكلة لما تحصل همس بنستنى المشكلة لما تحصل مش بيبقى فيه تفاهم أساسا وده من المشكلة عدة خلاص تتنسى لا 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 خلونا شانونا معكم الحلقة الجاية نكون نتعلم مع بعض إزاي لما تحصل مشكلة أعمل كذا حاجة احنا اتفقنا على 4 خطوات نهجي نبوي هنزود عليهم بتاع حوالي 6 خطوات أو 7 بحيث ان احنا وقت المشكلة عامل إيه أقول إيه بش عامل إزاي أصرف إزاي أتحرك فين طب أنهي إمتى الكلام طب إمتى أكمل السرسال في الكلام إمتى أسأل إمتى أقول أنا إمتى أقول إنت إمتى أقول إحنا مهم جدا مش عيب مش عيب إن إحنا بنتعلم نطلب العلم لحد ده ما نموت ما فيش مشاكل لكن العيب إن إحنا نعرف الصحة وما نعملوش لكن نسيب الدنيا بصوا بقى نسيب المشكلة ونغطي عليها ونغطي عليها ما بقيتش مشكلة ده بقى قنبلة موقوتها ما ينفعش طبعا أن إحنا نسيب لازم نصف الأمر ولازم يبقى الصدر سليم ولازم وأنا راحة على الفراش كده يبقى أنا صدر سليم مش من مسلمين بس وكمان ده أولى زوجي الراجل اللي نايم جنبي ده المفروض يبقى على أقل صدرك سليم من نحته هو كمان نفس الأمر شكرا للمشاهدة